السلام عليكم جريمة الداركويد ومزع الأعضاء قرار جديد ضد متهمين بقضيات قتل طفل شبرة قررت جهات التحقيق بشبر الخيمة بمحافظة القليوبية اليوم الأحد أجديد حبس ثلاث متهمين بقضيات مقتل طفل شبر الخيمة والبالغة من العمر خمسة عشر عاما داخل شقة في شبر الخيمة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات وذكرت نيابة العامة أن المتهم مقيم في مصر كان يتواصل مع قخر في الكوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وطلب منه إحضار الطفل وقتله تجهيز لعملية سرقة أعضائه عبر فيديوكول بينهما وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واعترف بتجهيزه الطفل وعرضه على المتهم الآخر في الكوية وقتله على أن يتم التجهيز لنقل أعضائه بعد عملية جراحية تبث عبر الفيديوكول وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكوية الذي استخدم في ارتكابها هاتفا محمولة مزودة بشريحة اتصال يملكها والده وبناء على تعليمات نائب العام أضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكوية والإنتربول الدولي والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية حيث تم ترحيلهما إلى مصر وبأشرت نيابة العامة استجواب المتهمين وصولا لأسباب ارتكاب الجريمة وأقار المتهم الأول الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها على نحو ما ورد بإقاره قاصدا من ذلك للاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقع قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونيات التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة الداركويب وقال إنه سبق أن قام بهذا الفعل في مرة سابقة وجار التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونيات الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلاته بتلك الوقائع وجار استكمال التحقيقات ولا تزال نيابة تجري التحقيقات مع ثلاث متهمين في القضيات بينهم طفل خمسة عشر سنة ووالده جرى ترحيلهما من دولة الكوية من الانتربول وآخر قتل المجني عليه ومزع أعضائه بتعليمات منهما وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم